دعونا نذكر بأساس الصراع في المتوسط الصراع في المتوسط مشاهدين هو بالأساس صراع على الطاقة في شرق المتوسط وقد يكون أكثر الصراعات قابلية للاشتعال في العالم ويغذي هذا الخطر اليوم التوسع التركي في كل الاتجاهات حوض شرق المتوسط من أهم أحواض الغاز في العالم مشاهدين تقدر احتياطيات الغاز ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة وفق تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تتمركز المنطقة الغنية بالنفط والغاز داخل الحدود البحرية الإقليمية لعدد من الدول تركيا وسوريا قبرص ولبنان مصر وإسرائيل وقطع غزة كل هذه الدول تشترك في هذه المنطقة ماذا تريد تركيا من شرق المتوسط إذن المطامع التركية تجاوزت الاتفاقات الحدودية والتحذيرات الدولية وشرعت أنقرة بإرسال سفنها الفاتح وأروج رئيس ويفوز إلى منطقة المياه الإقليمية لتركيا وشمال قبرص للبحث والتنقي تصاعدت التوترات قبرص انتقدت هذه التحركات واعتبرتها انتهاكا لسيادتها والاتحاد الأوروبي ومصر ودول أخرى أدانت العمليات غير القانونية التي تقوم بها تركيا أما اليونان في أحدث مواقفها فتستحد عسكريا لأي انتهاكات تركية لأراضيها مشاهدين تركيا وليبيا الآن تركيا لم تكتفي بذلك إذن بل دخلت على خط المواجهة عبر ليبيا كذلك كاشفة عن خريطة تحتوي على مناطق محددة للتنقيب عن الغاز في منطقة تد من ساحلها إلى حدودها البحرية مع ليبيا وهي مساحة كبيرة جدا مسافة بعيدة جدا من تركيا إلى ليبيا عبر المتوسط وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الغاز الليبي إذن مشاهدين هو هدف تركيا في ليبيا وتركيا التي أرسلت جيشها إلى ليبيا وقدمت دعمها العسكري للوفاق لم يكن بلا مقابل فبحسب صحيفة لوموند الفرنسية الغاز الليبي والاستيلاء على ثروة الطاقة هو الهدف الحقيقي للدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق لكن البحر الذي تذكر أنها ربما سيطرت عليه تذكر تركيا أنها سيطرت عليه ربما أيام سليمان القانوني قد يكون أكثر اضطرابا مما كان عليه وقتها عبر التاريخ وتواجه فيه غرماء أعظم قوة من فرسان مالطا روسيا ومصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد لا يكون البحر القديم لقمة سائغة في النهاية ترجمة نانسي قنقر